اشتركوا في القناة 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 يعني من وقته بمبلشنا لهلأ نحن كل الأشخاص اللي بيسبوه أو اللي بيحكوا أشياء يعني خارجة عن الأطر بنعمل له بلوك نحن مش هضفنا نجيب لايكس مش هضفنا نجيب فولوورز نحن هضفنا بس انه تواف فان فحفظنا يعني على هيدا الكونتنت ومنشان هيك كمان نجحنا لأنه نحن مش هضفنا أنه الشهرة أو مش هضفنا أنه والله يعني يكون عنا يعني ملايين الأشخاص هضفنا أنه بس نوحد العالم من خلال البسم تزرع البسم يعني هادي هي بكل بساطة وأكيد يعني فيه قضايا اجتماعية منضطرق له أمرار في كتير ناس بينتقضونا بس أنه هادي هي السوشيل ميديا يعني بده واحد يكون صدره رحب ويعرف يعني كيف يوصل المساج طبعه لو شو ما كان أصلا بمجرد مطلق إنسان يفوت على السوشيل ميديا بده يعرف أنه بده يتعرض لكتير إشياء لكتير إنتقادة السوشيل ميديا يعني موضوع كتير خطير يعني صراحة فيه نجح الواحد وفيه فشله وهلأ ريسنتلي شفنا يعني حتى هلأ بالحكومة اللي عم تتقلف فيه شخص كان عساسي يجي وزير وشخص ناجح يعني مش أنه شخص منه ناجح شخص ناجح بره بأمريكا بس لأنه هو منه منضف السوشيل ميديا طبعه من الأشياء البرايفت القديمة فطلع له يعني هدول السوار ويمكن أنه هو كان طموحه يخدم لبنان هلأ مقدر يمكن يعني يعني بغض النظر عن كل الأشياء اللي عم بتصير بس له الدرجة موضوع يعني السوشيل ميديا خطير وكمان يعني بغض النظر انه ممكن أمرار في عندك شخاص منهم الناجحين بس بحطوح لهم على السوشيل ميديا كان لهم أشخاص ناجحين صحيب ضايعوا وقت العالم بس هذه قوة السوشيل ميديا هذه الاتخالق تم تلك السوشيل ميديا ومع رغز لتك لا أكيد يعني هي سيف دو حدين بس لأنه نحن عمنا العلم والعلم كيف تتمرت به الشراء نعم، 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 هناك كل سلاح يمكنك أن تستخدميه لخدمة المجتمع أو لأنه تضر المجتمع صحيح فلم، خدمتنا الشركة أنصفتها ونذلك يكن نصفها بجميع المنفذة لأنه قد نجحنا أن نسكة كان وجهة أخرى هذا الجهاز علىكم كان وجهة أخرى و PUMA كان وجهة أخرى و الحمد لله، أني قد صل reluctة وضع الأزمة الإقتصادية يوجد أثناء الكثير من الشركات، يقومون بسيات أنزعة مكتباتا، ويبيعون كثيرا ويقوموا أنتو بين لبنان وخارج لبنان صحيح بين لبنان وأمريكا وسيدني يعني في عنا كاستمرز من وولد وايد بس هلقى الأزمة يعني خلتها أصعب يعني عملية الموني ترانسفر ولبنوكي خلت الأشياء أصعب يعني خنقونا مزبوط خنقونا مزبوط هي الرسالة اللي كنت عم بشتغل علي إنه فينا عننجح بلبنان إنه هيدا هو الشي اللي خليني أرجع من أمريكا وأسس شغل بصفر كابيتل قدرنا نخلق شغل لستة عشر شخص يعني هيدا هو الغاية كان إنه نخلق شغل مش إنه هدف إنه دايما إنه يكون ربح مادة أو شي فدايما لما يكون في عندك بيربوس أهم من الاجتماعي هيدا هو الشي اللي بيبقى وبيترك أسر بس ولكن يعني نحنا دولتنا عم تشتغل ضدنا ومع بسمة كمان هيدا الحلو أنا أنا عم بتقول المشكلة ومع بسمة فدولتنا عم تشتغل ضدنا فمنشان هيك إصار فيه ثورة ونحنا يعني دايما عم نشجع يعني كل الأشياء الاجتماعية اللي بتفيد يعني المجتمع ونضوع ليا بس بس بلنا كمان نكون يعني أزكية كيف نوجه الرأي العام ونخليه كمان هو يفكر يطلع يعني بالكونكوليزيون لحاله تعرف أنا لفتني شغلة كنا أنا وياك مجتمعين وقلتلي أنا نسبة نجاح بقيسة بعدد الأشخاص اللي بوظفهم هذا قليل كثير لحد يسمع من شخص يعني ما بهمك الدعم تطلق أكتر من أنه الدعم تخلق فرق العمل نحنا يعني بالأيجنسي عنا يعني كل المساري اللي ربحناه هون رجعنا عملناهن رجعنا عملناهن تنخلق شغل للشباب والصباية يعني كان عساس أن نفتح عدة مكاتب بكل مناطق بلبنان لأنه هذا هو هدفنا يعني عندي أنا ممكن هدف أنه إقضي على البطالة بلبنان من خلال العالم الديجيطل هلأ صارت أصعب مش مشكلة بس مش معناتها مش معناتها أنه نوقف نحلم بالعكس لازم ندلنا دايماً بوظيطيف لو شو ما صار يعني صحيح الأشياء أصعب إذا يعني شخص مثلي رجع من بره واستثمر وبصفر كابتل وقدر ينجح بلبنان أكيد في كتير أشخاص غيري أزكى مني وأشتر مني بيقدروا يعملوها تخيل لو كان عنا يعني دعم لو عنا كابتل لو عنا كلها الإخبار أكيد كنا عملنا يعني فرق كتير كبير وأنا بآمن أنه الشخص اللبناني يعني أنا كتير متعصب للبنان وللبنانيتي وللديفغسيتات بعيتنا أنا بآمن أن الشخص اللبناني هو شخص كتير زكي بس أنه لما يكون بعيد عن الطائفية وهالأشياء يعني الزواريب الزواريب الضيئة نحنا أشخاص كتير ناجحين خاصة مبرات لبنان بلبنان منفشل بس بره منلمع بره منلمع بره منلمع فينا ننجحها بلبنان منع صعبة بس نحن نتوحد ونحارب الفساد حلو بعرف أنه أنت بتقاد مع الكلائن طبعك وبتقاد أنت وياه مطوراً لتقدر تطلع له لوجو تطلع له ماتيريا معينة بتشتغل على شخصيته للزبون اللي بيجال عندك صحيح لأنه مطلق أي رجل أعمال أو صاحب شركة أو صاحبة شركة هي عندها مطلق وعندها وعندها وشغل تبعه يجب أن يكون رفلكشون أو انعكاس أو ثلاث لغات ثلاث لغات لا لالفاليوز والفجن والإدانتية فنحنا أمرار يعني كثير رجال أعمال بيكون عندهم بزنس بالنياه ينجح بس ما يقدروا يوصلوا هذي الأفكار للمجتمع نحن منترجم لهم هذي الأفكار يعني بدي أفهم شخصيته لهذا رجل أعمال ماهو الهدف أو الأهداف اللي بدي حقق فبس نعمل هذي الكون نخلق اللوغو نخلق الميسيون والفزيون والأبجيكتيف كيف بدنا نبيع البرودكتس أو السورفوس التي تقوله شو أنصب طريقة كيف بدنا نقيس الريتون عن انفسمنت مين الوديونس اللي بدنا نحنا نوصلها يعني هذي المنتجات يعني فيه إجزرسيس كبير كتير ناس اللي فكروا أن السوشو الميديا هو وهيكو شي بسيط بس هو شغل كتير كبير وفيه إجزرسيس وفيه تيم يعني طويل عريض بدو يشتغل من جرافيك ديزاينر للماركيتييرز لنس يحطوا ستراتيجي يعني حتى يعني في عندي كشي اسمه ريبيوتايشن مانجمنت يعني كمان على السوشيال ميديا تشوف ردة الفعل طبع الأجيانس اكزاكلي فكل هيدا الإجزرسيس بدو ينعمل بنخلق اللوغو بنخلق الكولورز الفونت اللي بدو نشتغل السلوغان أنا لما شوف لما شوف أو لما شوف طب شو أول شي بديو يختر ببالي يعني في كل هيدول المساجات يعني يعني بدنا نصيبهم وفي كتير شركات ناجحة بعضهم لهلأ مثلا كل هالمشروبات الغازية اللي بيضلك تشوفي دعاياتها مع أنه الكل بيعرفها بس دايما بديك تضلك تشوفي مثلا هالمشروب الغازي مع لعب الرياضة مثلا مع أنه هن تنينتهم بضروا إنه بطبوط يعني بتضروا المشروب الغازي بيضروا للاعي بس بتشد صحيح بس هن عاملين له بوزيشنينج انه ولا لأ سبورتس والأشخاص الرياضيين يعني إذا شربوا هن بيكون ما بيشربوا بس عاملين له يعني هذا البوزيشنينج يعني بالماركتينج تيدل له يعني فعال بالسوق أكتر وأكتر يعني أنت بتضلك دايما عم تعمل مع ضروري يعني ضروري هلأ مثلا بوقت الثورة يعني سرس هن عم نعمل فلو أب محالنا أكتر تنظلنا عم نجح نعيد حساباتنا نظلنا وقفين على إجرينا بس ايه بالأوقات الطبيعية دايما لازم يكون في فلو أب دايما لازم يكون في يعني ريبورتينج شو الأشياء اللي نجحت شو الأشياء اللي فشلت كيف فينا كيف فينا يعني يعني زبط الأمور يعني مثلا هلأ يعني أكتر أندستري هلأ ناجحة مع كل يعني الزبائن اللي عم نشتغلون هني في الدومان العقارات يعني حتى نحنا عم نساعدهم أنه يجيون برات لبنان بيشتروا منهم برات لبنان بيستلموا هوني يعني يعني في كتير يعني أشياء بعض عم تكون ناجحة وعلي طلب يعني حمد الله يعني حمد الله خاصة مثلا بظل الأزمات في دومان العقارات ينجح يعني دائما فيه أمورشونيتي بس بديك ما تفتش عليها أكيد أكيد كمان على البيتج لبانيز ميمز اللي بحب يفوت يشوف يشوف كمان فيديو أورنس إن كان إدوكيشن أو غيره بهمك هذا الموضوع أكيد أكيد لأنه نحنا يعني أكبر عدو لألنا هو الجهل يعني بالنهاية صحيح أمرار مستخدم الفن تنوعي لأنه في عندك مجتمع كبير ما بحب يقرأ فلا منشان هيك نحنا لبانيز ميمز يعني من الأول بلشنا عنا إدوكيشن زون يعني مع إليان صعيبي عنا كان مشهورة تحية كمان ديال كانت سر تواصل بينه وبينه بانكيو في عندك كوتش أنتيني رزق كمان البزنس كنت يعمل زون القليل بسرحة صحيحة زون القوة انا أطلع زون القوة يعني اطلعنا بكثير ليفاتي يكونوا هنم تجدو كان يكتبون هالتفاعل اكزاكري يعني كانت وقتها انا بامريكا أطلع لعيب كانت إليان تطلع من كندا كوتش أنتيني رزق يعني هكي استخدمنا التكتبير بعدين يعني تحفهم فالاهتمامات بتختلفوا. أنت بديك تضلي متابعة هذول التراند. أمرار بتخفي في لعيف لأنه بيكون فيه تنشن كتير قوية. وفي كتير عنا كمان بالمجتمعنا اللبناني في كتير تنمر. كمان هدا منحاول نحاربه. يعني إذا بفينا نقول على البيج على البانيز ميمز ما فيه بوليينج. يعني بتتحاولوا أكتر الأوقات تتجنب. نحنا منحاول قد ما فينا نتجنب. نحنا ضد البوليينج 100%. بس أمرار مثلا بيقطع له بوست. بيكون غلط. منمحي. بيكون امرار فانز بيكون عم بيصبوا بعض. منمحي. إذا واحد دله عم بيصب. نعمل البلغ. يعني منحاول قد ما فينا. أكيد ما فينا نضبطها مية بالمية. بس الفانز اللي متابعيننا من 2012 لليوم. لأ بيعرفوا شو هي البيج وشو الفاليوز تتعولها. وكيف فيه ايجنسي عم تشتغل. في فريق عمل كامل متكامل عم تشتغل. في فريق عمل وبجران تحيير. أكيد يعطيهم ألف عافية. هذا شغل السوشيال ميديا منه هيين أبداً. لا أبداً منه هيين. لأنه أي غلطة ممكن تحرق براند. يعني كمان بتعرفي. أنه يأتي المستخدمين. بسيطة مستخدمين. وبدأت تتابعين أيضاً. تحرق براند. تحرق براند. تحرق براند. تنصلحوا. وبدأت وصل مع الزبائن. يعني هناك شيء كبير. أكيد. يعني كنت أسألك سؤال. ماذا يميزكم كلابانيز ميمز عن غير بيج؟ لقد قلت أنه الجواب. قلت لي أنه عندكم بروفشيوناليزم. هذا يمكن أن يميز لبانيز ميمز. صحيح. يعني فاك. أو متصنعة. ما. يعني هذا الشيء ما حيضاين. فمنشان هيكي لازم أي بيج. على السوشيال ميديا. يجب أن يكون عنده هدف. يجب أن يكون عنده ميسج. تتحدد من التارجت. أوديونس طبعه. يعني مثلاً. نحن أب بحكيكي. يعني علم. أرقام. مثلاً. في عنديك بحدود الأربعة مليون. تقريباً. سوشيال ميديا. يعني أشخاص أكتف على السوشيال ميديا. أول شي بديك تعرفي أنا مين. ومين التارجت أوديونس طبعي. تعرف يعني شو هو هيدا الرقم. اللي أنا بدي صيبه. وعلى ضوءة. يعني بحط بيجي. لا أدفع ولا فيسبوك. طي يسيب لي يعني هيدول الأشخاص اللي هني انترستد. وقديش الكونتين طبعي صادق. قديش قادر يعني يسيب مشاعر الأشخاص. قديش بننجح. نعم. بتشجع المؤثرين والمؤثرات. أو الإنفيوينسرز. بتشجع هيدا الموضوع. أنا ما بشاجعه صراحة. أنا ما بشاجعه. لأنه متاخد بطريقة يعني هيكي على ليبانيز. يعني كل شي بنفهمه غلط. يمكن أنا مثلا جاري بالبنيي. قل له صباح الخير. قل له شي يعني بوزيتف. يمكن أثر على نهاره. بطريقة يعني كتير إيجابية. ما ضرور يكون إنفلوينسر يعني على السوشيال ميديا. يعني كشخص. ألاس مثلا عندي عن جد. بفيد المجتمع. أي شي بأثر بطريقة إيجابية بموضوع معين. بشجعه. بس هيكي يعني فاشينيستا هيكي. شوفوني أنا حلوي. أو ما في يعني. ما في غاية. ما في هدف. ما في شي ممكن يفيدنا كمجتمع. لا أكيد ضده. لو عنده يعني ثلاثة أربع عمليين فولوورز يعني ما. أنا شخصيا ما بهمني. ما بشجعه. بس في عنديك أشخاص عم بفيدوا المجتمع. هيدولي لأ لازم نشجعهم. ولازم لما نشوفهم عم ينجحوا. نساعدهم أن أنت ينجحوا أكتر. سام أنت درست بفرنسا. ودرست بأمريكا كمان. يعني أنت أخدت الغرب بشقينه. الشق الأمريكاني والشق الأوروبية. وجيت طبقته بلبنان. هذا اللي خليك تنجح. أنك يعني عرفت إذا فينا نقول كل الزواريب طبعا. طبعا كان الأمريكان أو الأوروبية. وجيت طبقته بلبنان. ودرت تطبقه بصورة هيني يعني. لا كتير كتير صعيب. هلأ بفرنسا أنا بقليك. المجتمع يعني. في فرنسا مجتمع صادق. مثلا يعلمك البراتيك طبعا الصدق. تصدق. بيكون عندك ديسبلين. بتوصل على الوقت. يعني كلها الأخبار. الأشياء البسيطة بتغير لك منهج حياتك. تعلمت الماركتين الفرنسي. وبأمريكا تعلمت السيلز الأمريكاني. وفي عندك الاحتيال اللبناني. يعني كلهم هيدولين مع بعض. كومبو يعني. بس أنت فيك تستخدميهم للخير. لخدمة المجتمع. وفيك تستخدميهم. يعني بطريقة. لا يضر المجتمع. لا يضر المجتمع. مثل مثلا السياسيين بلبنان. كثير سياسيين. يعني عندهم هيدول. هيدول التكنيكس. بس. يمكن بيستغلوها بالطائفية. بالإفادة الشخصية. نحن نعطي ترينينج. نعطي سيلز. نعطي وسائل إقناع. نعطي كيف واحد يقدر ينجح. يعني منعطيهم هيدول الترينينج. عنا بشركتنا. وفيون يعني العالم يتواصلوا معنا. أكيد أكيد. أزابدان يعرفوا أكثر. سام. شو عندكم هلأ مشاريع جديدة. في ظل الأوضاع يعني. شو عندكم مشاريع جديدة. وين رايحين. ممكن تتوسعوا أكثر وأكثر. لدول عربية. صحيح صحيح. هلأ. هلأ التريند اللي بعض. يعني هلأ. يعني هلأ. يعني لح تمشي. إنه كثير أشخاص. رجال العمل بلبنان. عم يفتحوا شركاتهم بتركيا. أوكي. فما بقى عم بي. 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 لا يستطيع أن يجد حال. أيضا للأشخاص الذين لا يستطيع أن يأخذوا بضاعتهم من تركيا ويوزعوها في لبنان. يتواصلون معنا ونوجههم من دولهم. يعني أكيد من دون أي شيء. يعني أنتو عندكم هل إذا فينا نقول كنا بصفحة يعني أنا أول قبل ما أتعرف عصام ترابول سيك كنت بعرف صفحة لباني زمين زي اللي هي بفوت بشوف نكة مهضومة بالدحل. بعدين عرفنا أنه لا إنه بلاتفورم. بلاتفورم. بتواجهوا العالم تعملوا ترينيج. أكيد. ودايما اللي حبيت بهذا الموضوع أنه كله لخدمة الناس. ولهالإيجابية بالمجتمع اللبناني. ما في واحد ينجح. صدقا ما في واحد ينجح. إلا قدم فاليو للمجتمع أو خدم أو عمل شيء إيجابي. فدايما لما نشوف أشخاص ناجحين. وكتير يعني أنا متأكد أنه بتتعرف بالشو طبعك على ألاف الأشخاص الناجحين. فدايما لما نشوف هيك أشخاص. ما نفشلهم. نحط إيدنا بعيدهم. ما يكون عنا دايما أنه أنه هالناجحة. هذه النفسية الأجنبية. فأنت مثلا لما تفوتي على النيوزفيد تبع تويتر اللبناني. كتير هيك ناجحة. في غضب. وكلمة حدا نحكي. بدنا دايما نفتش على الانتئاد. ما بدنا نفتش على شيء الإيجابي. تنقدر نكبر كلنا سواء. يعني هي هذه حالة. هي ثقافة اجتماعية. ياريت لو تتغير مع الوقت. محاول أدمى فيني أنا شخصيا. يمكن عندي يمكن الإنفلونس طبعي شوي منو. واو. بس قدر تأثر بالمجتمع. بس يمكن إذا قدر تأثر على شخص واحد. بطريقة إيجابية. أنا هيدا بلاقيه يعني نجاح. ما ضروري يكون عنا ملايين. يعني وعايشينا. بتلاقي سام الشعب اللبناني عنده ميول أكتر. أنه يحطم الشخص الثاني. على أنه يدعمه. صحيح. لأنه الماركت اللبناني صغير. نحنا يعني. في تنافسية. في تنافسية قوية. بس كمان في عندي قصة الإدوكيشن. عندنا وصغير. يعني... يعني... يعني زرعين فينا الحب الآخر. شو ما يكون لونه. يعني حتى بمدرسة. بعلموك إنه يجب أكتر من الرفيئة. وهل تنافسي بالمدرسة. صحيح. ف... يعني بفرنسا أو بأمريكا. يعني تعلمت أشياء كيف نحنا كمجتمع لنقدر نخدم بعض. عم حاول تطبقها قدمة فيني. حتى مثلا الطلاب اللب هتخرجوا من الجامعات عم يتوظفوا في نسبة كمان كسل قوية يعني مش انو مش انو والله انو الحالة بس الاقتصادية انو هي اللي تعبانة هي اللي موقفتنا لأ كمان نحن يعني ننتقد حالنا في نسبة كسل قوية في اشخاص عم يتخرجوا من الجامعات بس بدون ندغر يصير مدرأ يعني ما حيمشي الحال ما حيمشي الحال هيكي عنا شغلة كتير لازم نتخطى يعني كل هالأشياء الطائفية وهالحواجز بعتقد نحن اذا صرنا ايد وحدة لأ اكيد فينا نحكم العالم يعني لهالدرجة نحن كلبناني وكمنتشرين لأ بعتقد نقدر نعمل امباكت قوي يعني لما عاشت برا بتشوف الهندي بتشوف الاشخاص يعني من عدة جنسيات تلاقيون مجتمعين وعم بساعدوا بعض وهيكي هذا الشي نحنا بينقصنا يعني حتى ننجح ان شاء الله مع الوقت يعني اي شي ممكن يوحدنا حتى لو بسمة خلينا نستثمر فيها يعني انا اصلا كلما هلأ اطلع على البانيز ميمز رح اتذكر بسمة دكتور سام لانه عن جد هالإيجابية اللي بتعطيها للأشخاص ان كان على صعيد الشخصي او عبر صفحتك بظن انه هيدا بحاجة لأشعب الليبناني حاليا صحيح بحاجة لإيجابية وبحاجة لانه نفكر مش لانه نحن هون بالشرق الاوسط هيكي عنا مشاعر اكتر من انه انه ما منفكر فكتير اشخاص نحنا عاطفيين فبنا نفكر اكتر قبل ما انه نتصرف وقبل ما انه نلحق اشخاص هيكي بلايندلي يعني نلحقوا ان احنا بلا ما نفكر على العميانة فهذا هو الشي اللي مأخرنا فان شالله ان شالله الاشيال الاحصان يعني كلها الاشيالي عم بتصير انا شايفها بوزيطيب صحيفي ازمة اقتصادية خانقة عم دمرتنا بس فينا نتخطيها اكيد ان شالله ان شالله ان شالله ان شالله ان شالله انو لاش لا انو يعني واحد اذا بيقرأ تاريخ يعني بيشوف مراقنا بكتير اسوأ اكزاكو حتى مثلا تاريخ الاخرين يعني انت لما تقري تاريخ اوروبا كيف كان في دارك ايجز يعني يعني فينا مش غالب بيكون مشاهدين عندكم الارادة وعندكن هالنفسية الحلوة وهالايجابية اللي عندو اياها دكتور سام ترابورسي شكرا كتير لقلك شكرا بك شكرا باميرا على كل الامور اللي عم تقدمنا اياها عبر السوشيال ميديا على امل انو عنجات شبابنا يقدروا يتخطوا كل الازمات الاقتصادية المعيشية النفسية السياسية ويوصلوا للمحال يخلقوا هم فرص عملهم متل ما انت عملت صحيح صحيح فرسالة اخيرة انو نحنا فينا ننجح ما خلينا ما نضيع وقتنا انو نسب هيدا السياسي او نسب بعض او شي يمكن مشكلتنا بالعدالة الاجتماعية هون لازم نركز انو قداش يكون في عنا عدالة اجتماعية وقداش نشجع بعض تننجح وبيمشي الحال بيمشي الحال شكرا كتير لقلك وموفق اكيد بكل الاعمال اللي بتكون عم بتقوم فيها كان بالبنان او بالخارج سامت رابلسي شكرا لقلك عن جديد مشاهدينا بريك قصير ومن تابع فقراتنا خليكن معنا اشتركوا في القناة